وصلت إلى مطار العريش الدولية طائرة الإغاثية السعودية 33 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة تمهيدا لنقلها إلى المتضردين داخل قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطائرة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالية بلغة 18 طن ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة اشتركوا في القناة